أكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس بريس أن حصيلة الهجوم الذي شهدته تل أبيب مساء أمس لا تزال ثلاثة جرحة متراجعا بذلك عن تصريح سابق أفاد فيه بوفاة أحد هؤلاء المصابين متأثرا بجروحه وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى مقتل منفذ العملية بعدما أطلق أحد الجنود النار عليه هذا وذكر التقر الإعلامي عبرية أن المنفذة هو معتز الخواجة من بلدة نعلين غربي رامالة وينتمي إلى حركة حماس التي نعته في بيان لها وقالت إنه أحد عناصر جناحها العسكري كتائب القسام وباركت الفصائل الفلسطينية العملية وقالت في بيانات منفصلة إنها رد طبيعي على سلسلة جرائم الاحتلال إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهمتها بلدة نعلين غربي رامالة صلاح الخواجة والد منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجة وأفادت مصادر محلية أن شابا أصيب في القدم أثناء مواجهات في بلدة نعلين برامالة ومن العاصمة الإيطالية روما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إطلاق النار في تل أبيب بالعمليات الصعبة وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه سيكمل زيارته لإيطاليا حسب المخطط لها مشيرا إلى أنه أجرى جلسة لتقييم الأوضاع عبر الهاتف مع القادة الأمنيين لاتخاذ قرارات على رأسها تعزيز القوات الأمنية في الميدان في غضون ذلك أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مستوطنة بيتار عليت جنوبي القدس بالبقاء في المنازل عقب اشتباهه بأن فلسطينيا زرع عبوة ناسفة في حافلة وصلت إلى المستوطنة وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه أجرى عمليات بحث بواسطة طائرة مروحية للعثور على مشتبه به بعد إطلاقه سفرات الإنذار كما أكد أن خبراء المتفجرات فككوا العبوة ناسفة في المستوطنة مشيرا إلى أن الإنذار صدر في ظل الاشتباه بأن الشخص الذي زرع العبوة تسلل إلى المستوطنة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد جرداد أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا إذن الفصائل الفلسطينية تعتبر هذه العملية ردا على عملية جبع ما آخر التفاصيل الميدانية لديك وأبرز ردود الفعل الفلسطينية والإسرائيلية نعم بالفعل الفصائل اعتبرت أن هذه العملية هي جاءت ردا ليس فقط على ما حدث في جبع بل على الاقتحامات الإسرائيلية التي حدثت في الأيام الأخيرة إلى محافظة جنين إذننا نتحدث عن عشرة شهداء منذ يوم الثراثة الماضي خلال اقتحام وخيم جنين يوم الثراثة وبالأمس اقتحام واغتيار ثلاثة شبان في قرية جبع جنوبية جنين لذلك هذه الاقتحامات تعلم إسرائيل جيدا بأنها ستولد عمليات أو ستولد حالة من التوتر وعليه بعد أن نفذت هذه الاقتحامات قامت برفع التأهب الأمني ليس فقط بالضفة الغربية أيضا الشرطة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر رفعت من تأهبها ولكن رغم هذا التأهب جاءت هذه العملية حيث وصل المنفذ معتز الخواجة من قرية نعلين القريبة من جدار الفصل العنصري استطاع تجاوز هذا الجدار والوصول وحاليا تحاول الشرطة الإسرائيلية فهم كيف وصل إلى هذا المكان ومن أي مكان دخل إلى داخل الخط الأخضر وهو يحمل هذا السلاح إضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية كانت قد نشرت وفرضت طوقا في الأيام الماضية بسبب عيد المساخر اليهودي وأيضا عادة منذ عام تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها بجانب جدار الفصل العنصري بحيث تنشر دوريات ولكن رغم كل هذه الإجراءات نجح المنفذ بتجاوز هذه الإجراءات والوصول إلى تل أبيب وأحد شوارعها المركزية شارع الديزنغوف وتنفيذ هذه العملية عملية إطلاق النار إسرائيليا الحديث على حاله من ناحية والإجراءات على حالها من ناحية بعد كل عملية تقوم باكتحام القرية ومنزل منفذ العملية وهذا ما حدث في نعلين وأدى إلى حدوث مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين في تلك القرية إضافة إلى التهديدات بهدم المنزل حيث أوعز وزير الأمن يؤفقلا بالإسراع بهدم منزل منفذ العملية أو عائلة المنفذ ضمن الإجراءات الانتقامية من العائلات وظلنا من إسرائيل من أن هذه الإجراءات قد تكون رادعة ولكن هذه الإجراءات تقوم بها تقريبا منذ سنوات والعمليات مستمرة إن كانت في القدس أو في الضفة الغربية أو داخل الخطة الأخضر لذلك هذه الفترة هي فترة حساسة أمنيا بالنسبة للإسرائيليين تأتي قبيل شهر رمضان المبارك وتأتي أيضا قبيل عيد الفسح اليهودي الذي تزامن مع شهر رمضان والذي تقوم جماعات متطرفة من اليمين الإسرائيلي ومن جماعات الهيكل بالحجد لاقتحامات موسعة والمطالبة بإغلاق المسجد الأقصى عفوا لعشرة أيام تزامنا مع عيد الفسح اليهودي لذلك هذه الفترة هي حساسة ورغم ذلك تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامات مستمرة إلى الضفة الغربية وتنفيذ عمليات اغتيال مما أدى إلى استشهاد أكثر من 78 فلسطينيا منذ مطلع هذا العام وهذا رقم كبير ويتجاوز فترة الانتفاضة الأولى أو ما قبل الانتفاضة الثانية عفوا عام 2000 شكرا جزيلا لك أحمد جردات مرسلنا من القدس